عقدة اللجنة المشاركة الجزائرية الفرنسية لتاريخ والذاكرة يوم أمس اجتماعها الأول عن طريقية تقنية عن بعد قدم خلاله الجانب الجزائري ورقة تعمل وفق المبادئ الأساسية الواردة في بيان الجزائر الموقع بتاريخ سبع والعشرين أوت الفين واثنين وعشرين بين رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون ونظره الفرنسي مانويل ماكرون وكذلك بيان اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى المنعقدة بالجزائر يومي التاسع والعشر أكتوبر الفين واثنين وعشرين وحسب رئاسة الجمهورية فإنه تم خلال اللقاء الاتفاق على معالجة جميع القضايا المتعلقة بالفترة الاستعمارية والمقاومة وحرب التحرير المجيدة كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور والاتصالات من أجل وضع برنامج عمل مستقبلي مع تحديد الاجتماعات القادمة للجنة المشتركة